السلام عليكم ورحمة الله طبعا هذا التصوير الثاني يا أخوة بالنسبة لنبات السينة طبعا هو نبات كما قلنا منتشر عندنا في بلاد الشام كثرة ما بعرف هو منتشر في بلاد عربية أخرى أتوقع مش من ثقافة المأكلات في البلاد الأخرى يعني إحنا في بلاد الشام معروف عندنا ورق اسمه السينة طبعا هذا التصوير الثاني لهذا النبات طبعا هو من النباتات اللي قل ما نجد أنه مزروع في الزراع المائية طبعا من ميزات ورق السينة يا أخوة أنه منقدر نستخدمه بشكل مباشر كصلطة يعني منقدر نضيفه على صحن الصلطة بشكل مباشر يعني يؤكل ني وقيمة فيه قيمة غذائية مرتفعة في تناول الأزهار الأزهار لما يصير فيه أزهار للنبات يعني سبحان الله فيه أنا شخصيا كنت أضعها على الصلطة وأطبخها يعني ممتازة جدا طعمها مثل العكوب يعني معروف العكوبة أيضا في بلاد الشام طبعا إحنا اليوم الفيديو هذا بنا نصور فيه أو بناتكلم فيه عن القيمة الاقتصادية لما إحنا بنا نسوي مشروع نزرع فيه مثلا نبات السينة طبعا هذا ينطبق على بعض على النباتات الأخرى طبعا كم من بدي أنا مثلا مسورة حتى يكون عندي شغل يعني قديش لازم يكون عندي مسورة مسورة طبعا فيها عدد ثقوب يعني هذه مسورة مثلا 2 متر ونص المسورة هذه تحتوي على تقريبا 24 ثقوب زراعي طبعا إحنا تقريبا المسافات متقاربة جدا يعني لازم نوسعها شوي يعني لازم نوسع الفتحات ما بين الفتحة والأخرى الفتحة ما بين الفتحة والفتحة تقريبا 12 سانتي يعني لو خليناها 15 سانتي يعني تقريبا الـ 2 متر بتأخذ معنى 14 14 فتحة 2 متر بتأخذ معنى 14 فتحة لما يكون ما بين الشتلي والشتلي تقريبا يعني 14-15 سانتي فاحنا بالعادي منزيدها أكثر بس لا لما نكون زارعين ورقيات بهذا الشكل فما في داعي يعني الأمور سليمي يعني نطلع الورق مثلا التداخل الورقي بين الأوراق ممتاز جدا التباعد ممتاز جدا حتى على الـ 12 سانتي ولكن لزيادة التباعد بنعملها تقريبا 15 سانتي طبعا تقريبا يعني كل 100 ورقة بتوزن ما يقارب 750 غرام يعني لما بدنا نتحصل الكيلو يعني بدنا تقريبا 130 ورقة 140 ورقة زي هيك طبعا هي بالعادي بتباعها شكل ربطات كل ربطة تحتوي كما قلنا على بحدود المائة ورقة أو ممكن تكون أقل وتباع يعني بمقدار دولار يعني نحن نقول دولار حتى يفهم أنه تقريبا يعني سعر عالمي دولار سعر عالمي يعني تقريبا 75 كرش بالأردني 5 ريال بالسعودي يعني أغلب يعني بهذا الشكل طبعا لما إحنا بدنا نشتغل في هذا المشروع كم نفتحة بالزمنة بالزمنة تقريبا يا إخوة حتى تكون ذو قيمة اقتصادية بالزمنة تقريبا 10 تلاف فتحة 10 تلاف فتحة يعني بحدود بدنا 700 مسورة أنا بأرقامي تقريبية يعني يعني مش بدقيقة 100% بدنا 700 مسورة مترين فيها كل مسورة تقريبا 15 فتحة 14 فتحة بهذا الشكل 700 مسورة يعني مننا نقول أنه سعر المسورة نقول 5 دنانير بتجهيه الذاتي يعني مش أنا أنا بدأ أجاهزها بدأ أقوم بتثقيبها وبدأ أقوم ب يعني بتهيئتها للزرع وبدأ أعملها وصلات كذا يعني هذا شغلي كامل يعني المسورة بدأتكلفني بحدود الخمس دنانير أطوال مترين بسددات تقريبا المسورة بتكلف ما يقارب سبع دنانير الكسات طبعا ممكن نستخدم كسات بلاستيكية عادية وممكن نستخدم كسات زرائية بهذا الشكل طبعا الكسات الزرائية هذه تقريبا سعر الكوب بالجملة بحدود العشر قروش يعني تقريبا 15 سنت زي ما إحنا شايفين فبكون إحنا عنا لقطة عفوا بكون عنا تقريبا تقريبا ثلاث لقطات أسبوعية ثلاث لقطات أسبوعية يعني كل لقطة بنحسبها إحنا مثلا على مئة ورقة مئة ورقة تقريبا أربع موسير عنا 750 مصورة بنحسبها بتطلع معنا قديش تقريبا الأرباح أنا بعطيكم معلومات تقريبية يعني أنتم بالآله الحاسبة امسك وإحسن فهذا ينطبق أيضا على الخس ينطبق أيضا على نقول الثماريات ورقيات الأخرى البصل له حساب ثاني تقريبا يعني مش دي الورقيات ولا الثماريات في هذا الشكل يعني ممكن أنه تكون هذه يعني بشكل عام إحنا لو بدنا نفكر بمشروع بد يكون عندنا ما يقارب بحدود الألف مصورة مترين ألف مصورة مترين هذه بتعمل لك مشروع يعني بيجيب لك يعني بشكل عام أرباح شهرية ليش إحنا منركز على الورقيات هذه بالذات يا أخوة لأن هذه بيجيب لك أرباح شهرية يعني طبعا أنت كل قطفة كل قطفة والثانية حتى مش أرباح شهرية بتوزعها على أرباح شبه تقريبا يومية شبه يومية يعني كل يومين ثلاث فيه مرباح بعد ما إحنا نقطف نربط هذه بتكون رزم يعني هذه نبتة السينة بتكون عبارة عن رزم مثل الدوالي طبعا مثل ورق الدوالي وبعدين إحنا نربط طبعا نشوف الأرباح هذه فيها أرباح مستعجلة يعني إذا بقنا نبدي أسوي مشروع في أرباح فيها يعني مباشرة فيها ربح مباشر فيها ربح مباشر فمعناته بزرع زيك نبتات أني أنا أستفيد من ورق لحاله طبعا مين الأشياء اللي كمان منستفيد من ورقها بشكل مباشر ورق الشمندر ورق الشمندر أيضا يستفاد منه بشكل مباشر طبعا أحيانا بيكون فيه إصابات بالإصابات الفيروسية بالعادي في النبتات يعني بهذا الشكل يعني ممكن تكون غير قابلة للانتقال تكون النبتة طبعا زي هيك شايفين إحنا فيها صفرار بيكون نفس النبتة هذه فيها مرض يعني يعني بس ما يعني أنا لا أرى أنه فيه انتشار للمرض نهائيا يعني باقي الشتلات ما شاء الله عليها بس أحيانا بيكون فيه مرض فيروسي بالعادي بالشكل هذا بيكون مرض فيروسي بانتشر ولكن أنه إحنا إذا بنا نكون في السيف صايد أي شكلة إحنا بنخاف منها يعني بنحاول دايما أنه نعزلها أو نشيلها من المجموع النباتي إن شاء الله بالتوفيق لكل واحد بفكر أنه يسوي مشروع وأتمنى لجميع الخير والسعادة إن شاء الله